ازمة في ارويقة حزب الدعوة الحاكم اجبرت قيادات الحزب وعرابيه على توجيه رسالة وصفت بالطارئة لرأب الصدع بين الشركاء والذي بدى مكشوفا اكثر من ذي قبل الرسالة التي اطلقها كل من عبد الحليم الزهيري وابو منتظر طارق وابو جعفر الركابي دعت الى عقد مؤتمر عاجل لمجلس شورى حزب الدعوة بعد عجز قياداته عن توحيد قائمتي النصر بزعامة العبادي واتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وكشفت رسالة قادة الحزب عن رفض العبادي التوقيع على مقترح دمج الكتلتين السياسيتين لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان وذلك في اجتماعين لقيادة الحزب في منزلي المالكي والعبادي الرسالة اشارت الى انه منذ انتهاء الانتخابات عقدت قيادة الدعوة اجتماعا في بيت المالكي واخر في بيت العبادي وفي كلا الاجتماعين كان رفض العبادي واضحا في التوقيع على قرار دمج الكتلتين اجتماع اخر كشفت عنه الرسالة عقد في منزلي عبد الحليم الزهيري وحضره زعيم ميليشيا بدر هادي العامري كان الغرض منه عقد تحالف بين قوائم النصر والفتح والقانون لتكوين التحالف الاكبر في البرلمان لكن العبادي وصف هذا الاجتماع بانه دعوة عشاء لا اكثر بعد ان تيقن الاخير بان فرصه في تسنم ولاية ثانية باتت مستحيلة العبادي رد بقوة على رسالة قادة حزب الدعوة بالقول انها حملة لتسقيطه سياسيا جاءت في غير وقتها ونشرت في هذا التوقيت الى العلن كما حمل العبادي المالكي مسئولية التشضي الحاصل في حزب الدعوة منذ نزول الاخير منفردا بقائمة انتخابية في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في ايار الماضي وبعيدا عن خلافات الشركاء داخل حزبهم الذي يحكم العراق منذ عام 2005 فان مسئولي هذا الحزب ما زالوا يرفضون اتهامات التفرد بالسلطة والحكم وتحميلهم مسئولية الفشل الذي رافق عمل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 رغم كل الشواهد التي باتت لا تخفى عن العراقيين